عدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين أنوروى من كارثة غير مسبوقة يشهدها قطع غزة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة وفي وقت سابق كشفت الأنوروى أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في غزة مع حلول نهاية فبراير الحالي في حين عبر خبراء أمميون عن قلقهم من قرار عدة دول تعليق تنويل الأنوروى محضرين من ظروف معاشية كارثية يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من جهته قال المرسد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان اليوم إن تعليق التنويل لأنوروى في ظل مجاعة وشكة في غزة يصل إلى حد التآمر والاشتراك في جريمة الإبادة الجماعية ووصف المرسد القرار بالانتهاك الخطير للانتزامات الدولية لهذه الدول خصوصا فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية ترجمة نانسي قنقر